أفرج قطع الحماية المجتمعية بوزارة داخلية عن 3610 من مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات يأتي ذلك تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 427 لسنة 2023 بشأن الإفراج عن بعض المحكومة عليهم بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات أكتوبر عمت الفرح بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عقب سماعهم قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2024 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكومة عليهم من من تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات أكتوبر فهي فرصة أتيحت لهم لبداية حياة جديدة مبسوط جداً ان انا الحمد لله ربنا كرامني واسمي في العفو بشكر سيادة الرئيس ان هو الحمد لله يفطرني من دم الناس اللي طالع في عفو سيدة أكتوبر بشكر الرئيس عبدالقاتع السيسي ان هو تم بنا وشافناه وانا مبسوط جداً وسعيد بالناس مجي في العفو يعني وان شاء الله تكون البداية جديدة بإذن الله انا موجودة في المكتبة ومستمشة لفنا بروح العام بار فجومهم يفرحوننا عشان يقول لنا ليش اسمنا تنضع في العفو سيدة الرئيس عبدالقاتع السيسي قطر خيرو ان هو طلعني في العفو ونشكر ربنا ان هو طلعني الولادي وبيتي ودنيتي وارجع لحياتي التاني وطحيا مصر طحيا مصر طحيا مصر شامل العفو الرئاسي 3610 نزيلاً حيث نظم لهم قطع الحمال المجتمعية احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات للتأكيد على البعد الإنساني في المنظومة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية والذي يعد التوسع بالإفراج بالعفو أحد أهم محاورها لإتاحة الفرصة للمفرج عنهم للاندماج في المجتمع بشكر استاذ الرئيس ان شمالني في العفو مبسوطة او بقول شكرا لستاذ الرئيس انا فرحانا او ان انا رواح لأولادي بعد غيبة طويلة او معرفة اللي اسمي في العفو دوت الحمد لله الفرحة يعلم الساعاني واشكر الرئيس عفتاح السيسي والحمد لله لانا تعلمت حاجة هنا اطلع برضو واشتغل برا وامشي بميورة الله انا فرحان جدا من الساعة معرفة الناس مطالع في العفو وحبا باشكر السيد راسي الجمهورية السيد عفتاح السيسي ان انا طالع واديني فرصة جدد للحياة وعرف تعلم مع الناس واشوف اهلي وتنفيذا للقرار الرئاسي بالافراج عن النزلاء الذين تنطبق شروط العفو عليهم انطلق المفرج عنهم من مراكز الاصلاح والتأهيل تستقبلهم حياة جديدة وسط سعادة كبيرة وفرحة من اسرهم الذين انتظروهم امام هذه المراكز واشاد بهذا القرار الذي فتح لابنائهم باب امل لمستقبل جديد شكرا لك يا رئيس لما لا اكرمني بالسلام نروح من العين كلنا حاجة في الجنان يا رب يخليك ويخليك لنا يا رب الفرحة من السيعان وربنا يخلينا سيادة الرئيس السيسي فرحاتي مالهاشة الاحبوط فرحاتي لنا ربنا يكرمه ويشع طريقه ويصلح فرحانة فرحانة اهو بخروج من النهاردة وبشكر سيادة الرئيس بشكره اهو ربنا يخليهونا يا رب ويخليه مصر النهاردة فرحتنا متوصفش بقرار السيد الرئيس حبيب الملايين بالعفو عن اولادنا والنهاردة يوم عظيم ما يتوصفش ابد نخصم بالله ما يتوصف ابد دعيا مصر ومشكرك ساعة الرئيس مشاكلين ساعة الرئيس هؤلاء النزلاء اصبحوا اكثر استعدادا للاندماج في المجتمع استنادا الى البرامج الاصلاحية المتطورة التي ساهمت في تقويمهم وتغيير المفاهيم لديهم فهم يخطون اول خطواتهم نحو حياة جديدة